هنتكلم النهاردة عن الدوخة وعن الاعراض اللي بتكون مصاحبة للدوخة وممكن تكون الدوخة اصلا بسبب تعب عندك وانت بتتجاهل الموضوع وتقول لي نفسك شوية الدوخة وهيروح لحالهم لكن الموضوع ممكن يكون خطر جدا لو ملحاتش نفسك اول باول تعال يلا نشوف العلامات التحذيرية دي اللي بتظهر مع الدوخة بس قبل ما نبدأ فضلا وليس امرا اعمل لايك واشترك في القناة عشان وصلك كل فيديوهاتنا واول حاجة معنا الدوخة المستمرة لفترات طويلة واللي بيحصل معاها اغمائات متكررة والحالة دي ممكن يكون سبب حاجات كتير ومنها اورام المخ ثاني حاجة معنا الدوخة اللي بيحصل معاها طنين في الأزن وده ممكن يسبب فقدان السمع والحالة دي بتحصل مع الاشخاص اللي بيعانوا من المرض منير ثالث حاجة معنا الدوخة اللي بيظهر معاها صدع شديد جدا والصدع ده ما بتحسنش بالمسكنات والصداع هنا بيكون مختلف عن الصداع اللي بيكون بسبب التوتر وقلة النوم وكمان الصداع ده بيأثر على العين وممكن يؤدي الى احمرار العين وكمان ممكن يؤدي الى فقدان البصر لفترة بسيطة وده بيكون بسبب ارتفاع ضغط الدم وممكن يكون مقدمات للسكتة الدماغية رابع حاجة معنا الدوخة اللي بيظهر معها مشاكل عصبية زي صعوبة في الماشي والكلام والبلع او تنميل في جزء واحد من الجسم او فقدان الرؤية لفترة وجيزة وكل العراض اللي فاتت دي بتكون مقدمات للسكتة الدماغية واخر حاجة معنا الدوخة اللي بيظهر معها عدم انتظام ضربات القلب والسبب هنا وجود مشاكل في صمامات القلب وممكن تحصل بسيطة ارتفاع الكوليسترول وتصلب الشرين والدوخة دي بتظهر كتير مع مرضى السكر ومرضى الضغط المرتفع وهنا لازم لاستشير الدكتور في اقرب وقت تعالى بقى نفترض ان عندك دوخة معينة من اللي قلتهم دول يبقى اول خطوة لازم تعملها انك تقيس سكر الدم وتقيس ضغط الدم وتتوجه لاغرب دكتور وبس كده ده كان كل حاجة في علاقة النهاردة ويرب كنا قدرت افيدك ولو وصلت لأخر ما تنساش تشترك في القناة وما تبخلش علينا باللايك